بدأ ريال مدريد مفاوضاته مع امبابي ولحد 4-5 ايام فاته كان فيه ثقة كبيرة جدا في الاعلام الاسباني وفي جماهير ريال مدريد ان كليان امبابي اكيد اكيد حيبقى لاعب في صفوف ريال مدريد الموسمي الجاي لحد ما حصلت الصدمة بتاعت النهاردة وباريس سان جرمان اعلن تجديد عقد امبابي لمدة 3 مواسم الحقيقة ان لما حنيجي نبص الى هنلاقي ان طبعا كان فيه غراءات مادية كبيرة جدا من باريس سان جرمان يعني منتكلم ان العقد الجديد اللي مد التلت مواسم ده باريس سان جرمان حيدفع فيه 500 مليون يعني رقم كبير جدا نص مليار يورو بتتكلم عن ان كليان امبابي هياخد مكافئة توقيع 300 مليون ان هو هياخد في كل موسم 60 مليون يعني منتكلم 180 مليون فيه 3 مواسم و20 مليون في حالة التتويق بدوري ابطال اوروبا يعني 500 مليون يورو رقم كبير جدا رقم ضخم ما تدفعش لأي لعب هيخلي كليان امبابي رغم انه هو كان لعب في باريس سان جرمان لكن كأنه اغلى صفقة في التاريخ يعني هو صيحة عقده خلص مع باريس سان جرمان وهو لعب في باريس سان جرمان لكن انتو عارفين دلوقتي خلاص ان ما بقاش في حاجة اسمها صفقة انتقال حر بقى في حاجة اسمها مكافئة توقيع اللي هو بدل ما بدي الفلوس دي لنادي علشان اشتريك انا بديها لك انت بديها لك انت في مقابل ان انت تجيلي فده برضو يعني بيخليك تبقى فهم كواس جدا ان لما بيجي مش عارف نادي يقولك ده ما دفعش فلوس علشان ما فيش حاجة اسمها كده خلاص انت بتدفع مكافئة توقيع لللاعب لأسرته لوكيله علشان تطنعه ان هو يجيلك عشان كان ريال مدريد كان هيدفع 200 مليون لامبابي لكن باريس سان جرمان دفع 300 مليون فالفارق اه كبير يعني الفارق مش قليل في النهاية مبابيك قرر ان هو يستمر مع باريس سان جرمان ويمكن ده سبب ليه ريال مدريد كان بدء مفاوضاته بدري جدا مع كيليان مبابيك لانه فاهم كويس جدا الضغوط اللي هتتحطه قدام كيليان مبابيك وفاهم كويس جدا ان باريس سان جرمان نادي عنده قدرات مادية كبيرة جدا قدرات شرائية كبيرة جدا ده نادي لما بارشلونة تفاوض مع فراتي ردوا عليه بانهم اخدوا نمار خد ميسي بعد نهاية عاده مع بارشلونة خد راموس بعد نهاية عاده مع ريال مدريد فمفاهم كويس جدا ازاي النادي ده مغري نادي مغري ماديا ونادي مغري كمان على مستوى المشروع ان انت عندك نجوم في كل مركز فبالتالي فرص تتويجك بالبطولات هي كبيرة كبيرة في كل موسم في النهاية الموسم هينطيب شكل عامل ازاي مش مهم بس في النهاية هو واحد من المرشحين للتتويج دايما بكل بطولة يدخلها لانه عنده العناصر اللي تساعدوا على ده هل ممكن زيدان يقود المشروع ده وهو ده سبب ابتناع بابي بانه هو يبقى كلام بيتقال الله اعلم بس في النهاية بابي قرر انه هو يكمل في المشروع ده وقرر انه هو يقعد ثلاث سنين كمان بعم بيري سان جرمان الله اعلم بقى في نهاية الثلاث سنين اللي هيحصل هل ساعتها بابي حيبقى لسه في كمة مستوى وهيتصارع برضو ريال مادريد وبرشرونة علشان يضموه هل نجمه هيخفت ومش هيبقى ساعتها اللعيب اللي ريال مادريد وبرشرونة عايزينه هل حتطلع لعيبة تانية وتبقى مغرئة للتعاقد معها او لدفع فلوس اكتر لها هل ريال مادريد هيخفر لريال مادريد اه ليه امبابي ان الالم اللي ادهوله ده وان هو بعد اتفاق زي ما بيتقال يروح لباريس سان جرمان ويجدد عقده كل دي حاجات الله واعلم بعد ثلاث سنين هتبقى عاملة ازاي هل امبابي نفسه لو حقق دوري ابطال اوروبا السنة الجاية مع باريس سان جرمان هل ممكن يطلب الرحيل وقولهم خلاص انا حققت الهدف اللي انا كنت عايد علشان او حققتلكوا البطولة اللي كانت غايبة عنكم فانا كده بقى اقدر يحقق لي ان انا امشي وهتبقى بعد نهاية كاس عالم الله اعلم ممكن امبابي يكسب كاس عالم مع فرنسا تاني فنبص نلاقيه في نهاية الموسم هو افضل لاعب في العالم كل دي حاجات ما نقدرش نجواب عليها دلوقتي بس هتفضل في دماغنا هنقل نفكر فيها واحنا بنشوف الخبر بتاع تجديد امبابي مع باريس سان جرمان